طيب جمال برضو قولي يعني كيف يرى المصريون هذه المباراة بمعنى الأرقام الكبيرة جدا لنا في مباراة لمصر وسهل العجل طيب قبل بنتكلم على الارقام الانسايت اللي طلع بعد المباراة قبل المباراة كانت كل التوقعات وكل الآراء داخل الشارع المصري متشأمة جدا أسباب التشاؤم ده ايه أول حاجة الأرقام اللي طلعت من المباراة التلاتة اللي فاتف ده رقم واحد رقم اثنين انه كارلوس كيروش مقدرش انه يقنع ولا يقدم اللي يخلي الجمهور المصري كله يكون عنده الثقة ان انت هتتجاوز كوتيفور تأليف اسمه اه فالمردود اللي قدمه كارلوس كيروش النهاردة ايه اللي حصل النهاردة في المباراة انك قدرت تحط كل لعب في البوزيشن بتاعه لعبته كل لعب باللي يقدر يعمله كاب تفتحي معلش انقاسف قال لي كلمة هلوة جدا قال لي النجار اشتغل نجار والحداد اشتغل حداد كل اللي لعب لها في البوزيشن بتاعه هو الراجل مؤمن تماما بالفورميشن بتاعتها 4-3-3 ما بيغيرهاش ومش هيغيرها لعبها مع منتخب ايران لعبها مع كولومبيا اتغلب ستة وهو مع كولومبيا اكبر عزيمة تاريخية ليهم وفضل مصمم على 4-3-3 فال4-3-3 اللي بيعتمد عليها كارلوس كيروش مش هيغيرها ده رقم واحد رقم اتنين النهاردة استفاد من مباراة كوتيفوار والجزائر مباراة كوتيفوار والجزائر قدر منتخب كوتيفوار ان يستغل المساحات هما وميزين جدا الاكسلوريشن والتحولات اللي عندهم من الجزء الدفاع للجزء الهجومي عظيم جدا في منتخب كوتيفوار الرجل عمل ايه حط كل العيف في البوزيشن بتاعه عنده التلاتة هو مش قادر يعمل الترانزيشن او التحولات منتخب مصر عنده مشكلة في الفلسفة الهجومية بتاعته احنا بنعمل جمل دفاعية بشكل جيد فهو لعب على اللي يعرف يعمله او اللي وصل اخيرا لقناعة انه مش قادر يعمل عملية التطوير الهجومي فلعب على ثلاثي يقدر يقفل وسط الملعب حمدي فتحي عمل مباراة كبيرة او النهاردة حمدي فتحي واحد من مفاتيح فوزنا النهاردة هو تواجد حمدي فتحي في مركز 6 المركز ده كنا مفتقدين في حمدي الرجل طول الوقت ابتدأ مباراتين عمل حاجة غريبة جدا في مباراتي السودان وغينيا انه اشتغل بعمر الثلية في مركز 6 وده كان كارسة مش لانه عمر الثلية ما يقدرش يلعب في مركز 6 لا لانه القدرة بتاعة عمر الثلية انه يعمل الترانزيشن او التحولات من مركز 8 هو الوحيد في المجموعة اللي راحة كاس الامم اللي يقدر يشتغل في مركز 8 هو الوحيد اللي بيقدر يعمل لك العمق الهجومي ده نعم فاربعة تلاتة تلاتة اللي عملها النهاردة كارلوس كروش انه حط كل لعب في مكانه خليك تكمل ولكن لانه هو ليه اني خد احسن افضل لعب في النهاردة عارف ليه عشر الكلام انت بتقوله ده انه لعب كل قد في مكانه ولعب حمدي فتحي في مكانه فالنيني اصبح بيلعب في حتة واحدة بيلعبش في تلاتة اربعة خمس حتة لانه محمد النيني ما لعبش مباريات كتير السنة دي مع ارسل لكن المباريات اللي قده بشكل جيد وكان منها مباريات اليونيتد هو بينزل دايما تحت الكرة بيقفل زوايا التمرير دي قدرات محمد النيني محمد النيني يقدر يعمل لك ده ما يقدرش يعمل لك تحولات هجومية او يقفل لك لاين زي ما كان بيطلب منه الرجل في المباريات اللي فاتت النهاردة محمد النيني عمل ده الرجل كان بيلعب في حالة استقبال الكورة لما مصر هي اللي بتستقبل والكورة مع الكوتيفوار كنا بيلعب بدابل بي فوت يعني ايه دبل بي فوت هي بيلعب بثنين لعيب امريكا الستة في وسط الملعب بينزل محمد النيني يقفل تحت مع حمدي فتحي وحمدي فتحي كان واخد دور مهم جدا جدا النهاردة سبيستن هالر المهاجم الأساسي المنتخب كوتيفوار هدف دوري أبطال أوروبا السنة دي واحد من أقوى المهاجمين في أوروبا السنة دي الراجل بيعمل ايه شتغل في مطش الجزائر انه بينزل تحت ياخد الكورات الرأسية كلها وهو اللي بيعمل السيطرة وبيعمل التحولات وبيطلع اللعيبة الأجنحة من وراه الحمدي فتحي كان بيعمل ايه كان بينزل لستة لبراه لفكرة بالمهازمة دي اللي كان بتتلعب ايام مستر مانويل كان بينزل في لافيو ينزل لتحت ويحطها إما لبركات إما لابوتريكا ولو متعب موجود وابوتريكا هو اللي يعمل التحت وكان متعب في البدايات كان هو اللي بيعملها كتير حتى طبعا بعد متعب وكله يعني فلافيو متعب ولابوتريكا فحمدي فتحي النهاردة كان بيعمل ايه كان بينزل مع الراجل بيستلم وبيسلموا للمان ما كانش بيحصل التفريغ اللي كان بيحصل في متخب الجزائر النهاردة حمدي فتحي هو اللي كان قدر ان هو يدستروي الفكرة بتاعت باترس بوميل ان هو يعملها معانا نفس اللي عمله ومتخب الجزائر ما قدرش ان هو يعمله معانا